وتهانينا وإنما موسيقى للفائزي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون تتواصل انطلاقات المساء في هذا السباق المحلي الثالث والمرحلة الأولى في هذا اليوم يوم الجمعة الخامس من اكتوبر 2012 حيث ننطلق مع الأشواط المفتوحة الخاصة بسن اللقاية على بركة الله نتابع هذه الانطلاقة والشوط الحادي عشر الخاص بالبكار نتابع الصدارة ونتابع المقدمة مع الدوحة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الذهب سالم بن فاران المري في المتابعة والتضمير يليه في ثاني المراكز وجود شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع اسعفه وسلطان بن محمد الوهيبي يديرها في عملية التضمير بينما ثالث المراكز نشوة على ثالث المراكز خالد بن محمد بن غانم النعيمي يتواجد في ثالث المراكز يليها في رابع المراكز الشحنية على رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني تواجد الذهبي سالم بن فاران المري في المتابعة والتضمير خامس المراكز الشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع صدى على خامس المراكز يضمرها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي إذن هذه أسماؤنا في ندائنا الأول في هذه الأمسية في هذا الشوط في هذا التحدي في شوطنا الحادي عشر وانطلاقات سن اللقاية العشر نقاط الماضية سجلت بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني في أمسية عن نابية جميلة من ميدان الشحنية ينقل هذا الشعار إبداع انطلاقات بداية هذا الموسم الجميل أعود إلى مجريات الشوط إلى المقدمة التي سيطرت في هذه اللحظة سعفة على مقدمة الشوط شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هنا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي الذي أطلق عليه عملاق المضمرين يتواجد في إبداع مسائي وحمل ثمان نقاط في هذه الأمسية ويسعى في تحقيق النقطة التاسعة له مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني أيضا سالم بن فاران المري يتواجد بنفس الموقع على ثاني المراكز يبحث عن تسجيل النقطة الثالثة بالرابعة لسالم بن فاران المري مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وتابع ثالث المراكز نشوة على ثالث المراكز خالد بن محمد بن غانم النعيمي في شوط الكبار يحتفل بوجود نشوة في المثلث الذهبي في هذا الشوط المركز الرابع الشحنية على رابع المراكز انتظروا الشحنية ومفاجآت الشحنية من ميدان الشحنية في انطلاقة جميلة بهذا الشكل الجميل هنا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يديرها سالم بن فاران المري المركز الخامس وتابع وجود صدع على خامس المراكز لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن محمد الوهيبي يا سلام اذا هذه الاسماء مرة اخرى على حضراتكم ونحن هذا الشوط نتجه مع الكيلو متر الاخير ونتجه مع هجني اصحاب السمو الشيخ واصائل اصحاب السمو الشيخ في هذا المساء الجميل افتتحنا الكيلو متر الاخير بن فاران افتتح الكيلو متر الاخير مع الدوحة على المقدمة وعلى صدارة يسير يا سلام اذا الدوحة على المقدمة وعلى صدارة الشوط في هذه اللحظة بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني هنا الذهبي سالم بن فاران المري يا سلام هذا الشعار وهذا المضمر الذي ابدع في العام الماضي وحمل الرموز يا سلام يا سلام يا سلام يبدع في هذه الامسية سالم بن فاران المري يحمل هذا الشعار في هذه اللحظات ولكن الوهيبي خطير خطير يا الذهبي الوهيبي خطير شوف المركز الثاني شوف المركز الثاني شوف شوف سوف اسعفة اسعفة تسير 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 بخطى الكبار هنا ولكن ايضا الذهبي يترقب الموقف يترقب الموقف في المركز الثالث مع انطلاقة الشحنية على ثالث تعزيز 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 يعزز الدوحة بوجود الشحنية على ثالث المراكز يا سلام يا الذهبي ابداع ابداع تكتيك تكتيك الذهبي هنا يا سلام وهني شعار سعادة الشيخ القعقاع من حمد من خليفة الثاني وهني سالم من فران المري وهني الوهيبي وهني محبي هذا الشعار محبي العنابي محبي العنابي ابداع العنابي في ميدان الشحنية يا سلام يطمئن جماهيره هذا الموسم هذا الموسم حافل حافل بإنجازات العنبي تهانينا والنموس لسعادة الشيخ القاعقاء بن حمد بن خليفة الثاني التهنية لسالم بن فران المرين المركز الثاني المركز الثاني الشحنية لسعادة الشيخ القاعقاء بن حمد بن خليفة الثاني المركز الثالث سعفة لسعادة الشيخ القاعقاء بن حمد بن خليفة الثاني رابع المراكز رابع المراكزي وخامسها رابع المراكز صدا وخامس المراكز لمحة لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني مع سلطان الوهيبي تاني نون ناموس سد دقائق سبع ثواني سبع أجزاء من الثانية توقيت الدوحة لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني الثاني ليسالم بن فران المري المركز الثاني سد دقائق ثمان ثواني خمس أجزاء من الثانية توقيت الشحنية أيضا لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فران هو المضمر المركز الثالث ست دقائق ثمان ثواني تسعة أجزاء من الثانية توقيت سعفة لسعادة الشيخ القعقاء بن حمد بن خليفة الثاني سلطان بن فران